اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتشجيعه لإعادة بعض النشاط الصناعي في الإلكترونيات واستعادة ريادة الولاية في هذا المجال ولمزيد من الإضاحات حول التظاهر يلتحق بنا على المباشرة الزميل هشام سعدودي هشام اولا صباح الخير ما جديد هذا الصالون المحلي الجديد ربما نبدأ بالشحنة الاولى لتصدير نحو الشقيقة تونس لأحد المؤسسات الصناعية الاستثمارية الناشطة هنا في عاصمتي الصناعتية التقليدية برج باري ريج بقيمة ثمانمائة الف دولار كبادرة اولى نتمنى ان تتبعها شحنات اخرى اقوى ماليا بالنسبة للمعرض في طبعتها الاولى اعطى اجواء خاصة في هذه الصباحة الباردة في البرج ربما حركية غيرا من مزاج المدينة من مزاج العاصمة الاستثمارية التي تعرف نوايا قوية للسلطات المحلية والقطاعية من اجل بعث هذه الحركة الاستثمارية كما كانت قبل ثلث سنوات المتعثرة لاسباب عديدة في سنوات السابقة اذا الطبع الاولى لهذا الصالون بمشاركة مختلفة المؤسسات المستثمرة والناشطة بخبرة صناعية معتبرة جدة بكفاءة جزائرية بافكار رائدة بتجديد مختلف وحدتها الانتاج هذه المعرض بهذه الحركية بهذا النشاط سيعطي دفعا اقوى للبرج لمنطقة الهضاب العليا التي بمغريتها الكثيرة الاستثمارية ستعرف طبعا ان شاء الله مستقبلا توفد اكثر لاسحاب النوايا واصحاب المشاريع الاستثمارية المعرض سيفتتح بعد لحظات بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة ومختلف الصناعيين والسلطات المحلية لبرج بوري ريج نعم شكرا لك هشام سعدودي على كل هذه الاضاحات والمعلومات للتذكير فقط كنت معنا مباشرة من ولاية برج بوري ريج حول فعاليات الطبع الاولى للمعرض المحلي للصناعة الالكترونية والكهر منزلية مشروع استثماري لصناعة الاثاث العصرية يتخذ من احدى قرى الشريط الحدودي بالطارف وبسواعد وافكار جزائرية يتم تسويق اروع نموذج الاثاث العصري نحو مختلف وجهة الوطن يقول ريضات برمسيد بقرية منعزلة بولية الطارف البطاح تهندس انامل جزائرية اجمل واحدث الاثاث باسلوب عصري يعتمد اساسا على الحسين الفني والتكنولوجي نبدأ بالتصميم الاول اللي نقوم به اللي هو التروادي من تصميم الراحل الانشاء ورشة كاملة متكاملة لمشروع تحصل اخيرا على رخصة استثنائية لمزاولة النشاط وبطاق من شبابي اغلبه جامعيهم عندي سكة اشهر مليون اننا اخدم هنا في شركة هذه احنا رانا نحاول انطوروا اتات معاصر بيتماشى مع المنشآت اللي رانا نخدموا فيهم انا دخلت للتكوين المهني تعلمت نجارة وتكوينت فيها مليح ومن بعد جيدة انا تعلمت تكوينت مليح مليح درقاني خدام الحمد لله هذه عينة مما يهندسه وينجزه هذا المشروع الذي انطلق صاحبه اول الامر مستوردا لهذا النوع من الاثاث عندي اكثر من خمسة وعشرين سنافل الاستيراد الاثاث اذا ما خرجتش من المجال تالعمل تاعي ولكن وصل الوقت وان فهمنا بلي الاستيراد ما بقاش عنده المستقبل لازم ننجو لذلك اخترنا هذا التاريق علاش في المنطقة نائية هذه ربما ظروف حابت كما كذا اخترمها دايما إذا كان نقعد نستنعو باش نديو كل في عنابة وفي تزاير وفي بليدة وفي وهرن ما شاعتك فيه باش نستثمره كل اجمل ما في الامر ان هذه المنتجة الخشبية تنطلق من اقصى الحدود الشرقية لرحلة تنافسية يحمل لواءها شباب الطارف المبدعة الى اخبارنا الدولية التي نالجها الى باكستان حيث ارتفعت حصيلة الانفجار الذي استهدف امس مسجدا ببشاور شمال غرب البلاد الى تسعين قتيلا ونحو مئة وخمسين جريحا هذا ويواسل عمال الانقاذ انتشال الجثث من تحت انقاذ المبنى الواقع داخل المجمع العام للشرطة بمدينة بشاور والذي انهار سقفه على المصلين جراء قوة الانفجار الى فلسطين المحتلة عما اليوم اضراب شامل بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة رفضا لقرارات الاحتلال الصهيوني بهدم المنازل والمنشآت وكان الاحتلال الصهيوني قد اصدر تعليمات بالشروع والتسريع في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص وذلك بهدف الاستلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية ضمن عمليات الاستطان المستمرة للاحتلال عود الى اخبار الوطن وبالضبط الى الرياضة ولحساب الدوري النصف النهائي لبطولة امم افريقيا للعبين المحليين لكرة القدم يواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري منتخب النيجر بملعب ميلود هدف بولاية وهران اقول ابتداء من الساعة الخامسة مساء في حين يواجه منتخب مدغشقر المنتخب السينغالي بملعب نيرسون مندلا ببراقي ابتداء من الساعة الثامنة مساء ونذكر مشاهدين الكرام انه بامكانه متابعة لقاء اي الدور النصف النهائي على القناة الاولى للتلفزيون الجزائري هذا وحل امس المنتخب الوطني لكرة القدم للمحالين بمدينة وهران مصرح المباراة قبل النهائية حيث اجرى اشبال المدرب مجيد بوغر حصتهم التدريبية الاخيرة تحسبا لمواجهة النيجر في الدور النصف النهائي المتابعة لامين بلقدوري بمعناويات مرتفعة وروح عالية اجرت العناصر الوطنية اخر حصات تدريبية تحسبا لموقعة النصف النهائي غدا امام منتخب النيجر حيث اكد الناخب الوطني مجيد بوغر على جهيزية عناصره لهذه المواجهة تحسبا لموقعة النهائية هذا ما رحش يخوفنا احنا من جهته اكد مدرب منتخب النيجر انه حقق كل الاهداف المسطرة خلال هذه الدورة ويسعى اشباله الى الظهور بمستوى جيد امام الجزائر لتحقيق المفاجأة حققنا الى غاية اللحظة اهدافنا التي جئنا من اجلها ونبحث عن تحقيق المزيد خلال المباراة النصف النهائية بتصحيح الهفوات التي ارتكبناها خلال اللقاءات السابقة والخطأ ممنوع خلال هذا اللقاء هي مقابلة يطمح من خلالها الخضر الى تحقيق انجاز جديد الكرة الجزائرية وتعبيد الطريق لتتويج غير مسبوق أحد موفق ليه الفريق الوطني في خرجته اليوم ونختم بفخر ولاية تبسة الزربية اللموشية برموزها التي تحمل وللالات من عمق الحضارات المتعاقبة على المنطقة وألوان مستوحات من الطبيعة وهو الموروث الذي تعمل مدرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية على جمايته وتطويره يقول طرق حجي بألوانها الزاهية ورسومها المستمدة من البيئة تولد الزربية اللموشية بين أنامل هاته الحرفيات اللاء يصنعن بخيوط الصوف طراثا عريقا وإرثا عتيقا ليكن بذلك درعه الأولى ضد الزوال نحن نختم فيها الزربية اللموشية ونحن نحفظين علىها بش متموتش نحن نحن نحفظين بها هذه الزربية اللموشية ري طراثا تبسها ما لازمش نضيعها طابعة تبسها ومنطوها هي ري كما ببصور في نفس الوقت زي بوحد هذه عن بلك ألف سنين تعجدودنا ولئن كان الطراث ركنا هاما للهوية الوطنية يبقى الحفاظ عليه وتأصيل منشائه جانبا آخر بالغ الأهمية لذا يعمل المركز الجهوي للدمغ لحماية الملكية الجزائرية لهذا الموروث وضمان مطابقته لمعايير الجودة والأصالة نقوم بمراقبة العملية إنشاء الزربية من ألوان تكون طبيعية الصوف تكون طبيعية الأشكال الهندسية المقاسات الزربية تكون متناسقة لكي تكون عندها علامة مميزة تستطيع أن تقوم بتسويقها على مستوى الدول الخارجية كتعريف لهذه الزربية أنها زربية تقليدية جزائرية موروث جزائري وللحفاظ على هذا الموروث المادي يعمل قطع السياحة والصناعة التقليدية بالتنصيق مع هذا المركز وبالتنصيق مع غرف الصناعة التقليدية بإجراء التدريبات والتكوينات مختلفة لحرفيين من مختلف ولايات الوطن ليس فقط من ولايات مجاورة حتى تبقى راسخة هذا التقليد ولهذا الموروث وتتوارث عبر الأجيال وبجهود ومرافقة كل الجهات المختصة تبقى الزربية اللموشية علامة جزائرية أصيلة وتراثا يتحدى الزوال شكلا ومضمونا بيها الزربية اللموشية نختم النشرة اليوم شكرا على الكرم الإسرائي والمتابعة ألقاكم على رأس الساعة بأمان الله اشتركوا في القناة